الحديث أكثر عن هذا التطبيق أصعد باستضافة سيد أحمد حاج جلالي ملازم أول للشرطة ويطابي مصلحة أرام أليمي مديري العمل للأمن الوطني أهلا بك سيدي أهلا بك شكرا على الدعوة لا شكرا على واجب إذن حديثنا اليوم سيكون حول هذا التطبيق كيف حتى جاءت الفترة الفكرة للأمن الوطني بإنشاء هذا التطبيق عبر الهواتف الذكية بسم الله أحمد الرحيم التطبيق هذا هو عبارة عن خدمة قدمته المديري العمل الأمن الوطني في إطار جهود مبذولة والسياسة المنتهجة من قبل القيادة العليا للمديري العمل الأمن الوطني وعلى رأسها سيادة اللواء مدير العمل الأمن الوطني من أجل تحسين الأداء الشرطي وتحسين الخدمة العمومية يعني هذا بصفة عامة لو تعلمنا ربما تعريف كيف تعمل هذا التطبيق التطبيق هذا يعني هو حقيقة من قسم إلى قسمين القسم الأول الموجه للمواطن والقسم الثاني موجه لمصالح الشرطة فيما يخص القسم الموجه للمواطن هو عبارة عن تطبيق يحتمد أساسا على استخدام الهواتف الذكية الحاملة للنظام الأندرويد وبعد ما تكون مزودة بالأنترنت مما يسمح المواطن بطلب المساعدة وتقديم طلب المساعدة وتدخل مصالح الشرطة عن طريق خاصيتين الخاصية الأولى هي إرسال إنذار في حالة ما إذا كان شخص فيه خطر والخاصية الثانية هي تبليغ أن حدث لفت الانتباه يعني في الأماكن العمومية دول مساس بالحرية الفردية للأشخاص يعني كيف يمكن التأكد من صحة المعلومة لما يبعدها يرسلها المواطن ربما تكون معلومة قديمة في كتن الأحيان نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيديوهات قديمة يعني في السنوات الماضية يعني كيف يمكن التأكد من هذه المعلومات هي فيما يخص كما ذكرنا ساليفا فيما يخص الإنذارات يعني تكون أنطن ريال يعني في الوقت الحالي لم يكن شخص فيه خطر يعني يضغط على الزر إرسال إنذار تأخذ إحداثيات الجغرافية التوعو كما تأخذ صورة أمامية وخلفية مع الساعة أو الوقت بالتدقيق ويرسل إلى مصالح الشرطة مصالح الشرطة لما تطلع على الإنذار هذا ولا الحدث يعني يوجد وقت إرسال إنذار هنا نعرف بالوقت هذا أسكل إنذار هذا إلي أنطن ريال ولا أنطن ديفير يعني حتى مؤخرا يعني مصالح الشرطة يعني قامت ربما بحملة وعاوية لمخاطر حودة المرور يعني شفناها في طريق السريع لما استعملت سيارة وعليها دماء يعني كيف شفتوا تفاعل المواطن معها يعني تفاعل جد إيجابي وهذا ما يرسخ ثقافة تبليغ لدى المواطن وحسيه الأمني حنا سجلنا عدة تبليغات معظمها متعلقة بالسلامة المرورية منورة الخطيرة الإزدحام في النقاط السوداء وبعض في بعض الأحيان يعني الإزعاج والضوضاء خاصة في الأوقات الليلية يعني هل سيعزز ربما هذا التطبيق ثقافة تبليغ لدى المواطن نعرفون المواطن ربما الولادة عنده ثقافة تبليغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني نشوفه بمجرد وقوع الحادث نسيب الفيديوهات أو صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك يعني هل هذا سيعزز أكثر ويعطي تفاعل ويعطي ربما علاقة ما بين الشرطي والمواطن يعني هذا يدخل في الجهود المبذولة للمديري العام المواطني في تحسين صورة الجهاز وتقريب المواطن من الشرطة يعني لحماية المجتمع وتعزيز العمل الأمني وكذلك يعني تعزيز ثقافة الاتصال حنا رعدنا يعني المديري العام المواطني تتوفر على يعني دعاء الاتصال الخط النجدة يعني 17 الخط الأخضر 1548 و104 وكذلك موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك والموقع الاصمي للمديري العام المواطني عبر بوابة إدلاء بشهادة يعني منذ تفعيل هذا التطبيق يعني ما هي أهم روما التبليغات لوصلتكم لحد الآن يعني أهم التبليغات يعني إلى حد الساعة كما ذكرت ساليفا متعلقة بالسلامة المرورية بمختلف حوادث مرور بالمناورات الخطيرة وبعض الاحتداءات حالة السرقة مثلا يعني مقارنة بالرقم الأخضر المعروس سواء لدى الدرك أو لدى الشرطة هل ربما سيخلق هذا التطبيق ديناميكيا نوعا ما أو ربما فعاليا نوعا ما مقارنة بالخط الأخضر فقط بكل تأكيد لأن التطبيق هذا يدعم تبليغ المواطن يدعمه بصور ويدعمه بإحداثيات جغرافية ويدعمه كذلك يعني بإن أراضي المواطن بشي يتفاعل مع مسالح الشرطة بالبيانات أو الشخصية يعني في حال وقوع ربما بعد الجرائم يعني ليس حاولت فقط حاولت المرور يعني هل هذا التطبيق يعني معنى به بكل تأكيد المواطن المعلي غير يتصل بمصالح الشرطة يعني مختصة إقليميا عبر هذا التطبيق وإحنا عدنا مصالح نشيطة في الميدان يعني نبدل كل يعني المجهودات باش تدخل يعني في الوقت المناسب وفي أسرع وقت ممكن هل هناك ربما نقاط أخرى لما تطرق إليها فيما يخص هذا التطبيق يعني هل يعني هذا التطبيق جديد فيما يخص مجال الشرطي يعني كنا نعتمد فقط على الهاتف كنا في الهاتف الثابت الهاتف النقال الخط الأخضر يعني هذا الشيء الجديد يعني كيف أشتو هل ربما لما هل قمت أيضا بدورات تحسيسية المواطن من أجل تعريف بهذا التطبيق إلى غير ذلك ما عدى الإعلام نحن بدنا بالإعلام بدنا بالإعلام وإن شاء الله ربما يكونوا دورات تحسيسية ولقاءات وأبواب مفتوحة إن شاء الله باش نوعيه للمواطن استعمال أمثل لهذا التطبيق استعمال أمثل للتطبيق هذا يعني خاصة أن نشوفوا معظم التطبيقات عبر العالم يعني تتعرض إلى خلوقات هل هناك نظام يحمي هذه التطبيقات من طرف مسالح الأمثل بكل تأكيد نحن لدينا القسم الثاني ما تحدش عليه اللي هو خاص بمسالح شرطة يعني رأيه مثبت على خوادم خاصة ومؤمنة كي أن فرقة خاصة بأمن الشبكات وأنظمة التشغيل اللي تسارع لها 24 ساعة لها 24 ساعة باش تأمنوا وتحميهم من مختلف الاختراقات إن شاء الله ونتمنى والسلم والسلام والأمن إن شاء الله شكرا لك سيد حاج أحمد داجلا لإطار مصلحة الألم الألم مدري العمل الأمن الوطني وملازم أول الشرطة شكرا جزيلا لك شكرا للمرة أخرى على الاستيضافة شكرا للمشاهدة